كان من الخطأ جداً إن البعض يتصور إنه تحادوا الكرة بالسيناريو اللي بيعملوا أو الناس اللي حاولين منه عايزين يوصلوا النادي الآليل كده إنه يقول لهم باي باي أنا ماشي فيعلن خلاص مهزوم في المباراتين وبالتالي بيهدي الدور اللي اللي عايز يهدهوله هو ده ممكن؟ مش علشان النتائج ولا علشان النقاط ولا علشان أي حاجة عشان أنا من السزاجة إنه يبقى لي حق واسيبه ببلاش لأ أنا هاخد حقي بالقانون هاخد حقي بالقانون أنا قلت مش هلعب مدام المسألة امتدت بس اللي نفذ هذا أو ذاك السلطات المختصة قانوناً اللي قانون الرياضة حددها أنت بتبدأ بكل الدرجات ولذلك قرار المجلس إنه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تصاعدياً المتدرجة في سياقها أنت ما ينفعش تطلع بر مصر إلا لما تستنفذ مراتك في مصر درجات التقاضي يعني مش أول حاجة أنا رايح لمحكمة الرياضية الدولية لا أنا رايح لاتحاد الدولي لا أنا رايح للمحكمة الرياضية المصرية اللي هي مركز التسويق لا وما ليه قانوناً تصاعدياً زي ما المجلس قال بتبدأ بأدنى درجة لجنة التظلمات الجهة اللي انت بتتظلم ضدها مين الاتحاد المصري لكرة القدم أول لجنة معنية بالتظلم ضد القرار الصادر عنه لجنة التظلمات في الاتحاد فبتلجأ رقم واحد لجنة التظلمات في الاتحاد وتستطيع في نفس اليوم تروح مركز التسويق في اللجنة الولمبية باعتباره الجهة القانونية الأعلى في الرياضة المصرية طيب بتستنفذ إجراءك معاها من حقك تطلع على المحكمة أو على الاتحاد دولي لكرة القدم ثم على المحكمة الرياضية الدولية كسلطة قانونية أخرى اللي هي تابع لجنة اللمبية الدولية اللي هي الكاس فبالتالي الأهلي لا بيتراجع عن موقفه ولا بيتنازل عن قراراته ولا بيفرط في حقوقه والأخيرة دي مهمة جدا زي ما بالطالب الأهلي أنه يتمسك بمواقفه وبسوابته لازم تثمن أيضا حرص الأهلي على الدفاع عن حقوقه وإلا تبقى فعلا المسألة أي واحد دي يأنف حاجة أسيبها له ومش لا مش هسيبها لك ومش هاخدها بس بالقانون هاخدها من خلال الأطر القانونية السليمة عشان كده كان النص الواضح والصريح على اتخاذ الخطوات التصاعدية وحنشوف القانونيين في النادي هايبدأوا الإجراءات القرار ده تم تمهيد له ببيان صدر لو نقشنا البيان نستطيع أن احنا نوصل كيف فكر هذا المجلس معنا حد على التليفون طيب اللي رايح للمحكمة يعمل ايه؟ ترجمة نانسي قنقر